السلام عليكم ورحمة الاخواني واخواتي العزاء. النهاردة حاجة سبيناتش بتاع الباباي اللي كلها حديد وبتجيب الصحة والقوة. وانفتح مع بعض كده هو. ونشوف احلى ترتية. بالسبانخ. شايفين الجمال والدلال? بالمكسرات بالسلوبر. وطبعا تقدر تعمل اللي انت عاوزه. الريحة زي ما انتم شايفين في منتهج الجمال والدلال مش قادر اقاوم. علم تاني جلوتين فري. كل اللي انت عاوزه في الترتية. يلا بنا نعمله معنا. لو اول مرة تشاهدني اسمي احمد عبدالسلام يونس لفت كل الدنيا عشان اعمل لك خناعة فيها كل حاجة عن الحلواني الشوكولاتة. اكتر من تمانين حشوة للبنبون. كل ما تتخيله في علم السكر. اكتر من سبعين نوع خبز وازاي تعمل شو وعجينة ميتة. عجينة السكر وازاي تعمل منها شوكول. كل حاجة في الحلواني والخباز والايس كريم. على القناة يا ريت تشوفهم. نقول باسم الله حوالي مية جرام مشروم مع توماية وشوية زيت زتون. ده هنعمله للشبت والبصل والتوم ده. هننزل بشوحدة بصلة مفرومة زي ما انتم شايفين. وشوية صغيرين من الفلفل الحراء او الشطة. الباقي ده هنعمله في حلقة السلمون. بجيب طاصة تفعل وحط فيها شوية زيت زتون او اي نوع زيت انتم بتحبوه. وحط واحدة التورتية. التورتية دي لو عاوزين اعملها لكم في فيديو. دي جلوتين فري اكتبونا في التعليقات اعملوكم التورتية. بحط شوية جبنة مزارلة مع شيدر ميكس. او مزارلة بس. حسب ما انتم حابين. بفردها كده هو. عشان ننزل عليها الخضار السوتية. وتقدروا تعملوها باي نوع خضار مش لازم مشروم. اي نوع خضار او اي بواي اكل من تاني يوم. تقدر تحط المشروم بتاعك او الخضار. على. الاتشيز. على الجبنة المزارلة. وتقدر تحط بعد كده السبانخ. السبانخ مفيدة جدا جدا. وكلها حديد. زود سبانخ وما تقلقش. ودي يعتبر انا بسوي السبانخ حوالي خمسين ستين في المية. فبتبقى محتفظة بكل العناصر الغذائية اللي فيها. وده اندويتش جميل جدا. قبل السحور او ممكن اتصحر به او او سناكس او لو طلع رحلة او لو عند ديوف جون فجأة. ومش فاضي بالزبط بتاخد سبع داي. اي نوع جبنة عندي في البيت بحطه. جبنة فيتا جبنة كيري جبنة اي جبنة. مش شرط النوع دوت. وبعد كده برش اي نوع مكسرات انا عندي سنوبر. لكن انت ممكن تحط سوداني. ممكن تحط فوزدق بندق لوز. او ما تحطش اي حاجة. اللي يعجبك. بس دي حاجة بتزود التست والنكهة بتاعة الاكل. طبعا نسيت اقول لكم اهم حاجة تبقى على نار متوسطة. انا مش عاوزها. تسخن بسرعة فتحرق للعيش. ولسه الجبنة مساعدش. فطبعا اما بحطها على نار متوسطة. الجبنة او الاتشيز بتاعتي بتسيح براحتها. وفي نفس الوقت بدلها الطعم اللي انا عاوزه. رشينا جبنة. وبعدين بحط الرغيف. بدغطه ضغطة بسيطة. هو مع السخنية شايفين بقلونه دهبي. بقلبه. وكمل تسوية النص التاني. الموضوع مش عاوز اقولك في منتهى الجمال. بالزبط بياخد يعني. الاربع ترغيفة. الدابل دولار. خده بالزبط معانا 12 دقيقة من البداية للنهاية. بعد كده بحطها على طبق. وابدأ اعمل ورقة تانية. وبعد كده ورقة تالتة وورقة ربعة. انا بحاول دي بالزبط عشل كذا فرد. وسناكس بتفرج على ماتش بتفرج على البتاعة. او حتى صحور خفيف. وبعد كده وحدة زبادي. شايفين الجمال تورتية. لو عاوزين اعمل لكم التورتية اللي هي الجلوتين. او تورتية جلوتين فري اكتبونا في التعليقات. اعملها لكم موضوع بسيط جدا في البيت. هتلاقوها في حلقات الخبز. او خبز. جميع انواع الخبز. احمد عبدالسلام يونس. بعد كده بص ما نقطحها نشوف الجمال والدلال اللي فيها. تقدر تعمل باي نوع خضروات. كوسة ستي مع جزر. تقدر تحط سبانخ مع حاجة تاني. تقدر تحط مشروم. شايفين الجبنة سيحة وهي بتتاكل سخنة. والباقي تاني يوم بتسخنوا ممكن تحطوا في الفرن خمزة او لو عندك مايكرو ايف. تلاتين ثانية هترجع فريش. وفي منتهى الجمال والدلال. جميع انواع الجبنة تقدر تشتغل بيها. بس لازم عشان خاطر اللحمات. تحط على الاطراف بتاعتها مزارلة مع شيدر او مزارلة بس. صدقوني وجبة في منتهى الجمال. اصدقاء اللي كانوا معزومين عندي انبهروا بيها. طبعا في ناس بتكتبلي في التعليقات انت فاطر. طبعا كل الفيديوهات اللي في الصيام ديت. معمولة قبل الصيام. او بعد الفطار. فجلسانة وانتو طيبين. ونهاركو زي الحليبة. تمنى لو عجبك الفيديو ادعي لي امي وابي بالقلبك. شوف مطبخ احمد يونس حاجات حصريا مش موجودة جايبها لكم المصدر. الميتبول السويدي جميع انواع المخبوزات كلها صحية. وفيها فيتامين عالي جدا جدا. بالفة هانا وشيفها شرفتونا ونورتونا. ياريت اشتركوا على صفحتنا على الانستجرام بنقدم فيها محتوى مختلف جدا. هسيب لك في اول تعليق. شكرا لكم شرفتونا.